تمكنت 13 عائلة من الفرار من مدينة الفلوجة باتجاه عمرية الفلوجة بعد احتدام المعارك في المنطقة وقال شهود عيان لقناة الفلوجة ان 80 عائلة ما تزال محاصرة داخل المدينة فيما قتل اربعة رجال خلال محاولتهم الفرار بقناص تنظيم داعش الذي يمنع السكان من الخروج المدنيون في الفلوجة يعانون من وضع انساني صعب عمليات الاخلاء مستمرة في اطراف المدينة اما في مركزها فعناصر داعش يمنعون العوائل من عبور نهر الفرات باتجاه منطقة البعلوان والحلابسة في خطوة اعتبرها مراقبون ان التنظيم يحاول استغلال المدنيين لاطول فترة ممكنة كدروع بشرية مصادر محلية اكدت ان الوضع الانساني في داخل الفلوجة متدهور للغاية في ظل انعدام الطعام والدواء مع حدوث وفيات بين الاطفال وكبار السن المصادر ذاتها اشارت الى ان نزوحا داخليا مستمرا من الاحياء الشرقية والشمالية والجنوبية في الفلوجة باتجاه المناطق المحاذية لنهر الفرات وابرزها الازرقية وحي الجولان وبستان البعرام مصادر امنية ذكرت ان اقتحام مركز الفلوجة بدأ من الاطراف الجنوبية مشيرة الى ان اي حديث عن وصول القطعات الى داخل المدينة لا يعد كونه تحشيد اعلامي لمساندة القوات المشتركة المصادر الامنية اكدت ان منقومة عنيفة تواجه القطعات العسكرية من مناطق جنوب الفلوجة موضحة ان الحجد العشائري هو المسؤول الاول عن استقبال العوائل النازحة في تقاطع السلام وعامرية الفلوجة موسيقى موسيقى